ليس المقصود بهذا إسرائيل أو أمريكا كما يقول شعارهم التهديد والوعيد هنا للأهالي لمن يمرون على الشارع كل يوم في طريق أعمالهم أو في رحلتهم اليومية للبحث عن ما فقدوه منذ فترة عمدت ميليشيا الحوثي على تنفيذ عروض عسكرية وسط الأحياء المكتظة بالسكان وتسير الميليشيا عناصرها في الشوارع الرئيسية والفرعية وتحتل صنعاء المرتبة الأولى في الاستعراضات القتالية التي تحمل الرسائل للمواطنين ففي اليوم التالي لكل عرض تخضع المحلات التجارية للجباية ففي هذا الاستعراض الذي وافق الثامن عشر من الشهر الجاري تبعه في اليوم ذاته إقرار اختلاس جديد تحت مسمى دعم حملة انطلاق الصرخة وقبله بيوم واحد كان شريكا لانقلاب يخوضون خلافاتهم حول اقتسام اموال الزكاة التي لم تعد تذهب الى اي من مصارفها بل لتغذية الحرب او لحجد طائفي تنم عنه الشعارات التي تملأ الطرقات وكتيبات ما تزال تنتج اكثر وتضاف اليها المزيد من الافكار المتطرفة والمتعصبة التي تحكم الحياة داخل سجن كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة